خمسة أشياء رح نذكرها بهذا الفيديو إذا كانت موجودة عندك فلن تحرق الدهون العنيدة فحاول قدر الإمكان أنك تتجنب بهذه الخمسة الأشياء اللي رح نذكرها بهذا الفيديو لأنه كلنا عندنا هذه المنطقة من الدهون المزعجة العنيدة اللي صعب على الشخص أن يتخلص منها أول هذه الأشياء اللي رح نذكرها بهذا الفيديو واللي تمنعك من حرق الدهون العنيدة وهي نقطة جدا مهمة اللي هو عدم الاستمرار بالنظام الغذائي بعض الأشخاص للأسف يظنوا أنه النظام الغذائي الصحي عبارة عن فترة قصيرة عبارة عن أسبوع أسبوعين أو ثلاثة أسبوع هذه معلومة غير صحيحة أبدا فالنظام أنك تمشي أسبوعين بنظام غذائي أو شهر هذه ما رح تفيدك أبدا بالتخلص من الدهون العنيدة على الأقل على الأقل أنك تلتزم بنظام غذائي صحي وصحيح مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولازم تعرف نقطة مهمة جدا أن هناك نوعهم من أنواع الدهون على حسب مكان تخزينها هناك الدهون الأساسية وهناك الدهون الثانوية فالدهون الأساسية هي الدهون العنيدة لكل شخص حاب يتخلص منها سواء دهون البطن دهون أسفل الظهر أو دهون الأرداف أما الدهون الثانوية هي مثل دهون الوجه دهون الرقبة دهون الأيدي والأرجل وعشان الجسم يوصل للدهون الأساسية العنيدة مثل دهون البطن ودهون الأرداف أولا وأهم نقطة أنه ضروري يتخلص من الدهون الثانوية مثل الرقبة ودهون الأيدي والأرجل فهذه العملية راح تحتاج وقت طويل لا يقل عن الثلاثة شهور وأشخاص كثيرين قد يحتاجوا لمدة أطول قد تصل إلى ستة شهور أو حتى سنة فخلاصة هذه النقطة أنه اللي عليك تسويه أنك تستمر بالنظام الغذائي الصحي فترات طويلة وتتخلص من الدهون الثانوية وبعد ما يتخلص الجسم من الدهون الثانوية يكون قادر على التخلص والتركيز أكثر على الدهون الأساسية العنيدة الموجودة في البطن والأرداف الشيء الثاني اللي راح يمنعك من التخلص من الدهون العنيدة أنه الشخص يمارس تمارين رياضية تستهدف المنطقة فمثلا إذا كان الشخص يعاني من دهون العنيدة متواجدة في منطقة البطن فالشخص يمارس تمارين تستهدف هذه المنطقة فهذه طريقة خاطئة جدا وأبدا هذه الطريقة ما راح تساعدك بالتخلص من الدهون العنيدة فإذا كنت مارس تمارين رياضية بهدف التخلص من الدهون العنيدة في اللي عليك تسويه إنك تستهدف عضلات الجسم كاملة بهذه الطريقة راح تساعد بشكل كبير على أن الجسم يحفز من هرمونات تساعد بحرق الدهون بالذات الدهون العنيدة فحاول ممارسة تمرين المقاومة التي تستهدف عضلات الجسم كاملة تبرين المقاومة هي تمرين رفع الأوزان فممكن ممارسة هذا النوع من النشاط الرياضي بالصالة الرياضية أو حتى في المنزل على وزن الجسم أيضا ممكن ممارسة تمرين الكارديو اللي تساعد على رفع من ضربات ومعدل القلب تمرين الكارديو هي التمرين التي تزيد من ضربات القلب فهي فعالة جدا للتخلص من الدهون العنيدة ومن التمرين التي ترفع من ضربات القلب مثل الجري والسباحة ونط الحبل هذه كلها رح ترفع من ضربات القلب ورح يكون التخلص من الدهون العنيدة أسهل والأفضل من ذلك أنك تدمج بين نظام المقاومة ورفع الأثقال مع تمرين الكارديو فمثلا أنك تمارس تمرين المقاومة ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع وثلاثة أيام في الأسبوع تمارس تمرين الكارديو فهذه طريقة جدا فعالة على التخلص من الدهون العنيدة بس مهم جدا أنك تركز على أيام الراحة فمن المهم جدا أنك تاخذ فترة راحة على الأقل على الأقل يومين في الأسبوع من ممارسة تمارين المقاومة أو تمارين الكارديو النقطة الثالثة اللي رح تمنعك بشكل كبير من التخلص من الدهون العنيدة اللي هو التوتر والتوتر اللي رح نكصده اللي هو التوتر البدري مثل ما ذكرنا أنه الشخص يمارس تمارين شاقة بشكل يومي وما يحرص على أيام الراحة وأيام الاستشفاء أيضا من أشكال التوتر التوتر النفسي والتوتر الذهني لأن التوتر المزمن بحد ذاته رح يرفع من هرمون يسمى هرمون الكورتيزول وللأسف من وظائف هذا الهرمون اللي هو الكورتيزول أنه يحول الطاقة إلى دهون مخزنة داخل الجسم وللأسف هذه الدهون هي دهون عنيدة فرح يخزن هذه الطاقة على هيئة دهون موجودة في منطقة البطن وأكيد كل العارفين أن التوتر وضغوطات الحياة أمر لابد منه ومستحيل أن الشخص يتخلص منها ولكن اللي عليه يسويه أنه يكون أكثر مرونة لضغوطات الحياة والمحاولة قدر الإمكان على ضبط النفس وأنها تكون أكثر صلة مع الله فهذه كلها من الأمور اللي تساعد على تقليل التوتر وأنه يكون شخص أكثر مرونة لضغوطات الحياة الطريق الرابع اللي رح تمنعك من حرق الدهون العنيد الموجودة داخل الجسم أنه الشخص يستخدم الأنظمة مخضة السعرات أو يتناول كمية قليلة من الأكل ولكن نوعية هذه الأكل هي أكلات غير صحية الأكلات الغير صحية اللي نقصدها مثل السكريات، الخبز الأبيض المكرر، المعجنات، الحلويات فحتى وإذا كنت مقلل من هذه الأكلات الغير صحية فأبدا ما رح يساعدك بالتخلص من الدهون العنيدة لأنه هناك مشكلة أيضية موجودة عند الأشخاص اللي يعانوا من السمنة والدهون العنيدة وهذه الحالة هي حالة مقاومة الإنسولين فعشان تتخلص من نسبة الدهون الزائدة بالجسم والتخلص من الدهون العنيدة اللي عليك تسويه إنك تتخلص من هذه المشكلة اللي هي مقاومة الإنسولين طيب كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ أولا أنك تخفض من مستويات الإنسولين المرتفعة داخل الجسم وأيضا تحرص على أنك تتناول الأكلات التي تقلل من التهابات الجسم وتكون بنفس الوقت الغنية بالمغضيات اللي يستفيد منها الجسم فتقليل كمية الأكل وتقليل السعرات الحرارية مع تناول الأكلات الغير صحية أبدا ما رح تساعدك بالتخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين إذا كنت تتناول الأكلات العالية اللي ترفع مستوى الإنسولين مثل السكر والحلويات والمعجنات والخبز الأبيض واللي ترفع من التهابات الجسم مثل زيوت الطبخ واللي تكون مفتقدة للمغضيات مثل الطحين الأبيض والخبز الأبيض هذه كلها مغذيات مفتقرة وفقيرة بالمغذيات اللي احتاجة للجسم فإذا كان هذا هو أساس نظامك الغذائي فأبدا ما رح تتخلص من مشكلة مقاومة الإنسولين وما رح تتخلص من الدهون العنيدة الموجودة داخل الجسم فاللي عليك تتخلص من الدهون العنيدة أنك تتخلص أولا وأخيرا من مشكلة مقاومة الإنسولين عن طريق رقم واحد خض مستويات الإنسولين بتناول أكلات ما ترفع مستوى الإنسولين بشكل عالي مثل مصادر البروتين مثل الدجاج واللحم والسمك والبيض أيضا ممكن إضافة الدهون الطبيعية الصحية مثل زيت الزيتون زيت السمسم والسمنة والزبدة الحيوانية والمكسرات والبذور هذه كلها أغذية عالية بالمغذيات اللي يحتاجها للجسم وفي نفس الوقت تساعد على خض الالتهابات بالذات القضار فإذا كانت هذه الأكلات موجودة بنظامك الغذائي فهذا الشيء رح يساعدك بشكل كبير على حرق الدهون العنيدة النقطة الخامسة والأخيرة بهذا الفيديو اللي رح تمنعك من التخلص من الدهون العنيدة إنك تتناول أكلات أو تمارس عادة تأثر بشكل كبير على بكتيريا الأمعاء بكتيريا الأمعاء الصديقة الموجودة داخل الجهاز الهضمي لها ارتباط جدا كبير بمشكلة مقاومة الإنسولين فإذا كان هناك ضرر ببكتيريا الأمعاء الصديقة فالشخص رح يواجه صعوبة جدا كبيرة بالتخلص من الدهون العنيدة الموجودة والمتكدسة داخل الجسم ومن الأشياء اللي تضر هذه البكتيريا الصديقة اللي هو السكريات بكافة أشكالها والتوتر مثل ما ذكرنا في وقت سابق مثل التوتر البدني والنفسي والذهني رح يأثر بشكل كبير على توازن بكتيريا الأمعاء أيضا أنه يكون الشخص يتناول المضادات الحيوية بشكل مستمر بالذات إذا ما كانت موصوفة من قبل طبيب مختص أيضا قلة جودة وكمية النوم رح تأثر بشكل كبير على توازن بكتيريا الأمعاء فعشان نسترجع توازن هذه البكتيريا النافعة الصديقة اللي أعلننا نسويه أنه نتجنب هذه العوامل التي تؤثر على توازنها أيضا ممكن تناول خل التفاح العضوي الذي يحتوي على خمائر طبيعية أو ممكن تناول الأطعمة المخمرة مثل الأجبان الطبيعية المخمرة ومخمر الخضروات مثل مخمر الملفوف أيضا ممكن تناول على شكل مكمل فهذه كلها من الأمور التي تسترجع توازن بكتيريا الأمعاء فبالتالي زيادة حساسية الإنسولين فبالتالي الشخص يكون قادر على التخلص من الدهون العنيدة بشكل أفضل بكذا نكون ننتهينا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع اتمنى نضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأنه بهذا القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون وإسترجاع الصحة ويعطيكم الفعافية شكرا